اخواتي الاخوان قبل ما نتكلم على السحاب قال هاسي سيد الوزير وقالوها بعض الاخوان منكم النقاط كلها اللي جاتلون في المجلس حكمة مهمة جدا بالنسبة للشعب المغربي كانت كلمنا الدعم المباشر وهذه النقطة اساسية ومعوول عليكم كذلك باش يكون واحد تبسيط نجيل تفسير نجيل هاد الدعم اللي عامشي للمغاربة لانه هو مهم جدا وانا بالنسبة لي اشي حاجة لي جد ايجابية بالنسبة للشعب المغربي في دل ما نعيشوه اليوم من ازمة اجتماعية واقتصادية على السعيد الدولي مش فقط على السعيد وطني وباش نرجع للموضوع باش نطمئل الجميع الهم علش سرع لنا هاد المرسوم تسرع من طلب من طرف لا النقبة للجمهيات باش نكونوا واضحين علاش لانه اه منذ الكوفيد وانتم ما عارفين هاد شي اه لكانش الدولة كتعاون والحكومات تعاوناش مش غير الحكومات الحكومات تعاونة اني المقاولات الصحفية والصحفين طريقة مباشرة باش اه باش ما عيشوش ازمة الاقتصادية في دل ما ما عشناه اه مع الكوفيد ووراء الكوفيد واليوم اولا لوعد الاول اللي كنا نتكلمنا عليها دي سنة تقريبا انه تزادت من الميزانيات دي الدعم موجهة المقاولات في المقاولات هذه اللولة وتزناء من ستين مليون دي لبدرهم لميتين واربعين مليون دي لبدرهم هادير عليكم تانيا الجوهر نجيل هاد اه الدعم او نعتبر انا يستثمار في الحقيقة هو الصحفي وانا اعتفق مع الاخوات من طبع الاتفاقي اللي توقعت لابد ان تحترم ممكناش نديرو هاد المجهود والمقاولات الاعلامية ما تديرش تهيئة كذلك مجهود مع الصحفية والصحفية ولو ان البعض راح تستلاف درهم كي تقولك راقصنا مباعدة ولكن في اطار طرفي لك نعيشوها الان الاتفادية وهذا المرشن جيل الاسهار للمعاناة اللي كيعيشو لكتعوشوه هنجو ما كان مقاولات فطب قلنا على الاقل ربحنا هاد المحطة نجيل ستلاف درهم وغان نفعلوها كينش يحويش كتفعلو داخل المرصوم وكينش يحويش كتفعل مباشرة ما بالقطع والمقاولات يعني الفكرة هي ان الاولى المرصوم كيشير الاتفاقيات للجماعية للاجتماعية كيشير لها اه ان وجدت ايا اذا هرا كين دبا على شو واحدة الكتابة القانونية عندها او تاني مفتح على المادة المتوسط تطور مكادش على دبا حيدي ممكن يكون واحدة اخرين معارف نشغل دانت تطلط لطلع استنافق 500 يعني ما كانت كلمش على واحدة فقط وهذا ايجابي بحداته لانا كيحلي نعنا الافق باش يكونوا اتفاقيات اخرى ونحاولوا ان القوة يعني الوجود الصحفي يعني اشوف راح الموارد انا كان اقولها في مجموعة ذي المجالات مجالة انجل اعلام انجلي للثقافة وحتى المجالة لديها الرئي interesante الموارد البشر الموارد البشري هو المهم وهنا في اذا كان تكلموا لالا الاعلام بالطبع الصحفيات والصحفيين هم الاساس انجيل هذا العمل دونك هدو هذا النقطة هينا معكم فيها مليون في المائة والحكومة معكم فيها مليون في المائة وبتبرك الذكر بان أن القتاع الاتصال وليظهر ان ذاك الاتفاقي توقع في الوزران ما بين الجمعية والنقبة والمنتدر هو جميع المقاولات يعني الإعلامية نخارط في هاد في هاد النقطة المهمة بالنسبة يعني في الجانب الاجتماعي إذا النقطة كاينة وغا تبقى وغا يكون مبادرة أخرى باش نفعلوها دبا ونربطوها بالدعم باش يكون نطمئنا أنا جاك نقطة أنا جاك نجاوبك على كل شينا هنا باش نجاوبوه على معا جميع الإخوان والأخوات داكور باش كونش يمشي نطمئن ثانيا نعم هناك مراحدات بما فيهم كنت نتكلمو على الإجناع للدعم خاص يكونوا حاضرين الناشرين وغا تكونوا حاضرين الناشرين والمبادرة الي مشينا فيها هنا دا كي طعية كينا فتحنا الباب في هذا الإصلاح اللي كيكون دي المرسم باش يكون تمتيل ايدي الناشرين داخل 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 د LIجنة داخلها في المرسم يعني الإصلاحات الى تكلم له سيد الوزير وبالطبع الوزارة الكتاق Какو لي يعني بالأمر دبع يغي يمشي بالمفهوم دي الأكثر تمثيلية مع النشخة يا رخوشنا نقر نختار رأسي ممكن ليش نختار رأسي الجمعية اللي عندها أكثر تمثيلية خاصة تكون حاضرة بيقوة باش تساعدنا باش ننجحوها دي العملية باش نكون واضحين في هذا المجال تالتا مشينا بواحد مفهوم جميل وجديد هو الدعم الاستثمار ماذا يعني هذا باش نجاوبها لسه أنجلك هو أن اليوم بغينا واحد صحافة ليتكون قوية على الصعيد الوطني وحرة دير انتقاد الديل على الحكومة وعلى الأغلبية والمعارضة و ما يجرى في المجتمع هذاك حق دستوري ما كان نقشوش ولكن توليك كتأترك حكا ذلك على الصعيد الدولي انتم ما كتعرفوا ان كين دي كوريسبوندون دي المجموعة دي مقاولة صحفية أجنبية هنا في المغرب حان الوقت باش المقاولة الإعلامية دينات هي يكون عندها واحد وجود على الصعيد الدولي ونوصل الرسائل دينا على القضايا الوطني على القضايا المشتركة اللي كان دافعوا على التطول اللي كيعرف المغرب بطريقتنا وعندنا صحفية وصحفين هنا كنا نرجع للدول دي الصحفي دول مستوى العال اللي كيع عندهم اللغة العربية بالنسبة لتأتي اللي يمكن يكونوا في الدول العربية باللغة الفرنسية الدول الفرنكوثونية بالانجليزية الإسبانية وكين هناك تجاريب اللي يبدعوا المقاولات الإعلامية من تدروش الوزارات اللي هم هاد دام دب احنا غير في إطار يعني مواكبة عن دينا هاد استراتيجي اللي غادينا فيهم بعض المقاولات يقول نحنا الوقت باش نساعدهم ونطوروا معهم هاد العملية لاننو احنا بحاجة لبعضياتنا المقاولة خصت تطور وخصت كبر وفي نفس الوقت بغي نقولوا مؤترين على الصحفي الدولي بلغتنا بأسلوبنا بطريقة تفكير دينا يعني هذا المفهوم ديالت مغربي يكون حتى يعني طريقا للكتابان ديالتك الصحفي المغربي ولا الفريسيتان تغنيس ولا الفيديو ولا زيلو 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 هاد اول هاتعلش جبنا بهذا النقطة اللي كان اعتبرها أساسية ومهمة جدا جدا ولا نقص أحد الفكرة الأساسية جنا هي طبع المقاولات للكبرات اليوم عبر عبرت زمن ما نمشي جاتو كبالات اليوم خصنا قوي الحضورن ديالها أولا اجتماعيا لأن هذا المقاولات يكون عندهم عشرين تلاتين ربعين كل نحوصلت المية وعشرين نجل الصحفيات والصحفيين أو العاملين في المجال ديال الصحفي إذا نخصنا نحافظوا على هذا على هذا المقاولات والصحفة لي الله بدأ كنت تكلم على الصحفة المقاولات الصحفية المعقولة اللي كي يغلو يخيط آن جوناليس كي يمشيو كي يجيبو الصحفي بلاكات بريس دياله عنده معايير نجل المقاولات الصحفية نشاهدك اللي بوحدو ديال مقاولة رأسو داكور هادو كنساعدوهم نساعدوهم باش يتطوروا النموذج الاقتصادي نجيلهم ديك ساعة يقترو يكونوا دي كونغلوميرا يعني باش يدخلوا في هاد المعايير لي دمنا في المرسوم يمكننا لينا دمنا واحدة اللجنة ديال تتبع داخل الإدارة داخل الوزارة باش تواكب العملية مع هاد المقاولات ليس باش نقصيهم باش نعاونهم يكبروا ولا يعقل أن مقاولة الصحفية يكونوا فيها جوج نجل 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 الأطور ولا نجل الصحفيين نجل الصحفية يمكننا فيها لقل منها وخمسة ولبعد كبير داخل مؤمنين على المقاولات ليس باقتصا هذا ليس باقتصا هذا ليس باقتصا ثانيا نرجع للجانب الاجتماعي الذي نعتبره انه مهم جدا وهذا هو المضمون اللي جا بنا هذا المرسوم المادة 11 كتكلمة لواحد نقطة أساسية الحفاظ على مناصب الشغل أربطنا الدعم بالحفاظ على مناصب الشغل وهذه مهمة جدا جدا لأن الهم دينا كذلك هو نحافظه على الاستقرار دي للك الصحفية والصحفي لداخلنا المقاوات وهذا العجيب وجميل ليس فقط مطلب النقابة أو الوزارة حتى الجمعية والفاعلين في المقاولات لباترون حتى هما موافقا على هذه النقطة يعني نتعلم ما شجعناه ومشحما معاوناه ومشحاولوا ما هما غاي حاولوا بالطبع يقوي من الإمكانيات اللي كي يعطي للصحفية والصحفي وهذا هو الهم الصحفي من مهنة سلم يتين نوبل وغسط دورنا نحن كحكومة بالطبع هو نحاول نقوي والوجود للصحفية والصحفين نجل المقاولات الإعلامية المسؤولة اللي كتعاون كذلك الحكمة وخاكت نتقدها بعض المرات كتعاونها في محاربات نجل الأخبار الزائفة اللي فيك نيوز أنتم عارفين في دل ما عاشناه في الزلزال في ما عاشناه في الكوفيد والإشكاليات الكبرى اللي كي يعرفها اليوم العالم المواطن المغربي كيمشي يطلب على الإعلام الرسمي نعم ولكن حتى على الإعلام المحقول والمسؤول نجل هذا المقاولات الإعلامية أنتم عارفين هاتي زائد تحل ما أرى الهم جلنا مشترك تحل ما تطورنا على المقاولات الإعلامية تحل ما غال كذلك نحاربه بطريقة مباشرة ما يعتبر له الصحفي لأنه يدير واحد لباجه ويبدأ يدير يبدأ يقول يبغى إذا كان نعتبره بأن المهنة نجل الصحفي رأي مهنة بحل الطبيب بحل رشيتيك بحل داخل نعطيها شو دي الإمكانيات ونضبره مع هذه الأمور في إطار شراكة تعاون نحن لم يكن نرشي بوحدنا لم يكن ندره بلا نقابة لم يكن ندره بلا جمعية لم يكن ندره بلا المسؤولين على هذا القطاع بش نكون واضحين لم يكن ندره شيئا بوحدنا كان مطلب من الجميع جاوبنا معه كانوا نعم هناك بيانات البارح على سؤفة من بعض النقاط تواصلنا مع الإخوان مشكورين ووضحنا لهم بعض النقاط وما زال حوائي جايين لأن هذا المرصوم هذا القراء المشترك الذي يوضح مجموعة عن هذه الأشياء يعني طريقة ندره هذا الرقام ما نقوله ليه ليه المرصوم يكونوا في القراء المشترك وهذا شيء ندره أنصر وإن شاء الله ندره وشبهوا بوحدنا مرة أخرى وما زال مجموعة هذه الأشياء التي سنحاول حاول أن ندعمها في هذا المرصوم لأننا نعتبره بأن المهنة للصحبي تطور في دل ما نعيشه اليوم من التطورات في هذا المجال للتكنولوجيا لأن المجموعة ستكون دائما ستكون يتطور لأننا ندعمها وليزيك بالطبع هي شركة أساسية في هذه العملية وبالطبع هي مفتحة على جميع المقابلات الصحفية وجميع الصحفية والصحفيين لكي يكون زائد ما يقوله هذا المرصوم حتى القطاع يقدر يشتهد مع ليزيك لكي يكون تكوين مستمير مع الصحفيات التي عندهم رغبة لكي يكون واحد نعم أنا تكلمت عليه تكلمت عليه تكلمت عليه وقدت المطلب لهم اخذنا بين الاعتبار هو الذي تمتصح لهم في النقاش الذي كان لهم في المجلس الحكومة والتمثيلية لهم كينا داخل داخل الاجنال الذي نجل الدعم الذي كان المطلب الأساسي لهم نعم لا 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 المقاولة يجب أن تكون مغربية يمكن لش ندعم مقاولة أجنبية المقاولة هذا بقوة القانون ليست إرادة سياسية مقاولة يجب أن تكون مغربية بعض المقاولات بدأوا في هذا المجال ماذا كنقول داروا لسيت نجالهم بالفرنسية والإسبانية والإنجليزية يعني استمروهما من رأسهم في هذا المجال احنا كنقوله ندرزوا مرحلة اخرى اولا يكون عندهم واحد الموديل نموذج اقتصادي شنو بغاوا يديرو ناقشو كنو حضرت الفعل ولا بغاوا يديرو ديبيرو على بره هاد المرسوم كيفتح لهم هاد الباب لانك تعرف انه ولو بغتي تكون مؤتيل على بره خص يكون عندك معلومات على هاد البره اللي كتقدر عليه خاصة الى تكلمتا على الاسبانية وحنا كنتكلمه على كأس العلام وحنا مقبولين على كأس العلام عنا كذلك جالية قوية في هاد الدول الأوروبية وامريكا وزيد وزيد اذا الى فتحنا هاد الباب رغلا نفتحوا كذلك الباب الفرنسية والتالي مغاربة مغاربة العالم وعلى الاقل المعلومة تكون ديال المغريب ولا المعلومة لهادك الدولة اللي بغينا نكون وحنا مؤتلين فيها تكون عند هاد المقاولات وهذا خدمتكم هذه الآن ما ما ديش ندخل معكم هنا في هذا المجار كتعر مكيب وش دير خدمتكم لذلك حنا بغينا نديروا واحد المستره الإدارية باش نفتحوا الباب باش ندعموا مقاولات اللي عندهم هذه الرغبة وعندهم هذه الإمكانيات لأن الدعم ما كيشمرش مئة في المئة باش نكونوا واضحين هذي مساعدة المقاولة اللي عندهم هذة الرغبة اللي عندهم الامكانية اولا عندهم هذة الرغبة بش يطوروا هذة المجال ديالهم وانا كنا اعتبروا استخاتيجي مو مهم جدا المغرب اليوم ما بقاش محتاج للصحفة الاجنبية بش يبيع صورته احنا محتاجين اه يعني وجوهما غاربة لهم اللي يمثلونا بطريقة الكتابين ديالهم بالاسالي مجالهم هذة شي كنت كلوه على برة سمحيلي انا عارف ولكن ركات قائمة غربية ما عارش شك كنت كلوه كين هذة شي كين لا لا نكادر على نفهم المقاولة خصنا انا الدور نجالي واندعم قوية هذه المقاولة بش يكون عندهم انام باكت واحد لقطة اللي عقلته كنا عوالين فقط على البول بيبليك بش يكون حاضر في لافريك ودوال اليوم البول بيبليك يعرف واحد نهضة وانا قدامين عليها كذلك مع المعنين للأمر ولكن كنا اعتبر بخصنا نكمله مع البول مع البريفيك يعني كنش لبول بيبليك اللي عب بوحدو هذة دور الله ما برا كدير دونجيال هال ولا ميديان اكستار ولكن عندهم المقاولات عندهم واحد لسباس يعني عندهم واحد لسباس لي اكبر من كدير من المقاولات من البول بيبليك وهاتي اللي بريد ان اصوليه وانا مرات ان اخرج كنقول لكم مرات البعض ديجا كي لعب هذة دور وبعض المقاولات اللي رأى مؤترة اليوم في الدول في بعض دول الافريقية الفرنكوفونية او اسبانية او العربية براسة لانا كنكشبوه بالعربية في الاخير يعني كان هناك اهتمام من طرف واحد يعني مجتمع اخر من غير المغربي بهذا الصحافة المغربية وهاتي بنا ندعمه باش نوصلوا الرسائل نجلنا القادية الوطنية معنا نربح ان شاء الله سنربحوه كذلك بالإعلام وبالإعلاميين المغربة وهاتي اللي برينا نصولي انا كنقول لكم دار مجهود ديجنا من ستين ميتين واربعين ويمكن يداروا احواج اخرى معالي ذي يعني في المجال ديال تكون المستمر ومستعدين احنا لأي اقتراح هذا كيبقى مرة اخرى مرسوم اللي غايجي ولي قرار اللي غايجي ولي زاغتي يعني القرار المشترك مع مع سيد وزير المالية او الميزانية وغايكونوا اتفاقيات مع مع الجمعية مع النقابة باش نحافظه كذلك يعني هاد الامكانية لغدار خصنا نحافظه على الجانب او اه الدور اللي يلعب الصحفي انا هذي هذي اه هذي اه عاتق لي وهذي كان اعتبره مهمة بالنسبة لي حتى سياسيا رأى الاول اللقاء اللي كانت عندي مع النقابة هذي عامين تقريبا قلت لهم الموضوع انجل الصحفيات والصحفيين اعتبروا موضوع اجل هذا هم ديالنا مشترك واليوم والسيد الوزير كيتكلم على الدعم المباشر خصنا كذلك نتكلم على الدعم للصحفيين والدور للصحفيين يعني هاد المفهوم ديال الدولة الاجتماعية في جميع المجالات باش تقدروا غدا يلا تظهروا على شوية الاشياء يعني تلعبوا الدور جلكم انتم مرتاحين حفاظ على الكرامان ديال الصحفيات والصحفيين كا هاتي اللي بغانا ندروا في الدعم المباشر الحفاظ على الكرامان ديال المغربة كاكل في مجموعة ديال المجالات اخرى اللي يداروا فيهم استثمارات جديدة وكبيرة هذا هو الهم ديال هاد الحكومة اشتقوا بيارة عندنا هم مشترك ما نقول شم واحد لنا هم مشترك هو ان كل واحدين قرحتوا باش يخدم هو مرتاح اذا مقاشا السؤال باش ما نقولوش را ما جاوبش على شي سؤال كل شوادك اذا شكرا الاخوات والاخوان وغا يبقى او ما زال لك اتقرأ يالله يالله ابدينا شكرا شكرا